مثل المصري القائل جنسته ولا جوازته لكل زوجة يعني جوزها ده عايزة تمليك ما ينفعش يبص لحد غيره على الاطلاق ولا يتزوج حتى وكانت عنده ظروف او عندها ظروف لكل زوجة بتصر ان جوزها يتزوجها هي وحدها فقط وتعمل ايه الزوجة لما تفاجأ ان جوزها تجوز عليها قلت لحضراتكم ان الاصل هو الواحد يكتفي بواحدة يعني جوز وحده لكن التانية ده عنده الضرورة يعني الاسلام يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لنا في المسألة ده حديث جميل جدا لعن الله كله مذواق مطلاق العمال يتجوز ويطلق ويجوز ويطلق ويجوز ويطلق ده ده انسان بعيد عن مناج الله سبحانه وتعالى لان طبعا تلك حوض الله فلا تعتدوها تلك حوض الله فلا تقربوها بعض الفقهاء السادة الملكية بيقولوا اذا تزوج الرجل من امرأة وكانت تعامله معاملة طيبة وشايفه حقوقه وشايفه واجباته وزي ما بتقول الست ايدا صابعها العشر شمع يكره له ان يتزوج عليها فنعمل ايه ونتصال